مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة خاصة مع المحامية المعروفة أستاذ مريم الإدريسي طبعا معروف على الأستاذ مريم الإدريسي أنها كتبنا مجموعة من القضايا الإنسانية ومن بين هذه القضايا التي تبنتها الأستاذ مريم هي قضية ما باتها يعرف بأبناء الميلودي طبعا كيف ما كيعرف في رأي العام أن هناك جديد في هذه القضية خصوصا بعد عودة أمنية إلى أحضان أبيها عديل الميلودي لهذا نحن نتوجده الآن في مكتب الأستاذ مريم لكي أعطينا جديد هذه القضية وأيضا سنقشف بعض المواضيع التي يطرحها الرأي العام مرحبا بك أستاذ مريم الله يبرك فيك الله يعتك الخير الحمد لله ما مؤخرا بأن أمنية رجعت الأحضان لأبها فأنتي كمحامية لأبناء عديل الميلودي ما رأيك في هذا الموضوع شوف أولا أنا كنت دائما أصر على أن مع أولاد ميلودي أصر على أنه الحلول الويدية هي أحسن الحلول في القضايا الأسرية وكتعرف بأن القضايا الأسرية بطبيعة الحال ديك العلاقات الدموية اللي كتكون ما بي الأب والأبناء ديالو أو العكس يبتكت فرض بأنه تكون واحد المراعاة لهذا الجانب والحل المثالي والأفضل دائما هو أنه يكون صلح أعتبرتها مسألة إيجابية لأنه هو من شوف إحنا عنا الأساس هو نوصل له الهدف مدام هو أعترف بالبنية ديالو بدون إتمام إجراءات القانونية اللي بطبيعة الحال مفتحتها الدعوة اللي تقدمنا به هذي التوبوت النسب دنك ديالو إيجابية لأشياء ما هنما ما ديشنا نكون ورأي يخالف منطق الأشياء منطق الأشياء أن الحل المثالي هو أن يعترف الأبو بأبناء يعترف ببنية بقى عنده الإشكال مع مع الإبن هذك حقو بطبيعة الحال وتيقول لك أن عندي شك ويجب أن يحسن الشك باليقين وربما أن الخبرة الجينية ستساعد على حسم هذا الشك والقرار ديالو المحكمة طبيعة الحال سيعنوين الحقيقة ونحن نحتكموا القرارات ديالو المحكمة والقرار اللي غي خرج به الخبير المكلف بهذه الخبرة الجينية دونك الأمور ستأخذ مصرها العادي فيما يتعلقوا بالإبن وغاتين شوفوا بطبيعة الحال أيام مقبلة هي الكفيلة بالرد دونك الإبن هذك يكمل إجراءات ديالو لنا المحكمة أمارات بخبرة غادي مشي دير الخبرة ديالو بطبيعة الحال وحنا غاتين نكملوا المسترة بشكلها المعتاد الخبرة كتقولك بأني ما ندير شي خبرة لأنه أبديري عتار ببيا وأنا غادي نتنازل لدك حقها المشروع ممكن نحن نقشوه كدفاع نحن ندفاع كنبوع الأطراف في خصومة معلنة من قبل الأطراف وحنا كنقوم بالإجراءات ديالنا ولكن في نفس الوقت نحن نحملوا الرسالة إنسانية ويهمنا جدا أن تنتهي مثل هذه الخلافات بالصلح لذلك أنا كيبلي الأمور عادية وحتى هو المدعى عليه كان في إحدى الجلسات ديال البحث نقالها قال المحكمة مش خصف السيدة المقررة القديلة كانت مكلفة بملف نقال بأنه ما عنديش مشكل في الاعتراف بالإبنة ديالي لذلك وخرج صرح بها وقالها في عدة منابر إعلامية يعني ما بقى مطبوعة بسرية ولا شي حاجم هذا الأمر يعني وقالها وجام بعد أكدها في صريحات أخرى وفي منابر إعلامية يقول له ما أنا ما عنديش مشكل مع الإبنة لأنك هو يعلم أن الإشكال أو النزاع عنده مع الشاب اللي هو موكل ديالي وبطبيعة الحال أنا ما يمكنش نتخلى عليه أنا غادي نكمل الإجراءات إلى نهايتها دواجب ديالي مرحلة قادمة خصوصا بعد مرحلة قادمة عادية تحدد واحد الموعيد من أجل الإجراء الخبرة الجينية إجزاكتو مو لكن مع الظروف ديالكورونا شنو وقع بالضبط أو شنو الإجراءات المقبلة اللي غتتاخد عن شو ما كدفع مع فترة الطوارئ الصحية كان هنا كان كانت تأخير الملفات على الحالة وبطبيعة الحالي لك تتبعوا للمجريات ديال فترة طوارئ صحية كان واحد المرسوم اللي فيه واحد الماداستان المرسوم اللي يعلن على حالة طوارئ صحية فيه الماداستان اللي كتقول بيانه الأجل كتتوقف لما بعد سينة في العمل بشكل عادي واخها هو باقي مخرش واحد النص اللي غير غير هذه الماداستان ولكن على العموم الناس راهم شات بدأت تخلص لإجراءات ديالها وعدها بما فيهم موكل ديالي رأد دما الواجب ديال الخبرة ولست دعاوها رغدي يمشي يحضر ويدير الخبرة ديالو مزيال ليلو مزيال الطرف الآخر المهم هو أن الملف يخرج بنتيجة اللي كتفيد العدالة واشوف دابا الملف تأمر بخبرة دابا الكورة في ملعب الخبراء يعني الخابير هو الداتامان لما الواجب الخبرة وغادي يمشي دير الخبرة ديالو غادي تسدعيه المؤسسة المعنية بالقيام بهذه الخبرة غادي يمشي دير الخبرة ديالو غادي يكون واحد تقرير نغو مالما ذاك تقرير كي تعطال المحكامات المحكامات كمني كتعين الجلسة كي يكون ذا تقرير كي تعتبر القضية جاهزة أو كي تعطال الدفاع بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كتعطال الدفاع الحق فرده التعقيب على تقرير الخبرة الموضماناتي بالملف وبطبيعة الحال داك شو اللي غادي تدير الخبرة هو اللي غادي غالبا غالبا هو اللي سيتم اعتماده من طرف القضاء المنسبة إذا كان رفض مثلا من طرف الأب أنه يقوم بالخبرة الجينية اللي غنقول لك هو أنه لما مشاش الأب أو المدى عليه محترش في الخبرة جرت العادة أو رجح عمل المحاكم أنه كان واحد الفقه دي القضاء في هذا المسأل هو أنه يتم الحكم بإثبات الناس يخصو يمشي إلا كان شك في الناس بتاعه إلا ما مشاش يحكم لصالح الأبناء والخبرة تتعطي المحكامة محكامة تعطينا تقرير الخبرة نطلعوا عليها كدفاع ونعقبوا عليها عندنا ما يتعقب وصافي وإذا ما هذه الساعة الخبرة هي لغا تتنصف أحد الطرفين نحن كنوب على طرف أجل ضمان وحماية مصالحه وحقوقه في الدفاع ما ستسفروا عنه معطيات الخبرة ولا ما سينطقوا به القضاء من أحكام هذا كشي بطبيعة الحال إلا ما ما كنش مقتنعين به أو لا بينا بأنه كان هناك خلال مستاري أو موضوعي بكنا نلجأوا لمرحلة الثانية مراحلة القاضية اللي هي الاستينف كيش عقب كيش عقب لا ما كيش عقب أستيد عنده الدعاء بني على واحد الأساس لأم ديالك وكتقوله الأب ديالك وفلان ونكس مزوجة به وبناتنا علاقة شرعية وذيك العلاقة شرعية هي أسفرت عن إنجاب ثلاث أطفال واحد فيهم توفى وأمنية وعزيز ودونك در إجراء قانوني اللي ماذا سيعاقب؟ وكلا بغا يدر شي حداد المسائل قطو يتبت سوء النية والتقاضي بحسنية وعلى من يدعي العكس أن يتبت ذلك سيتقلب على أبوها في نوع المشكل لأشغل نتابعوه على إحنا قوصات لهذا الدرجة إحنا كمجتمع مجتمع إنساني كي يهمنا أنه تكون أسر مستقرة والعلاقات مستقرة والمراكز القانونية دي جميع أطراف محفوظة ومضمونة والأجمل والأروع هو أن كل واحد فينا يعرف بوهم ودحق المشروع أي واحد إلا بدنا نعقبها بضلاد أنت وحن بدي تقدم طلب الناسب مخافتها أن يزج به يوما ما في السجن الله ما كان يتبعين شكاية مباشرة التي سنأخذ شخصا ولبسناه لبوس الإتهام ونجعلناها تكبد مشاكل ومصاريف وتتطرطهم عادية إلى غير ذلك من الأمور التي سيأتي غير بك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة